ثقة وأمان شعار انطلق في إطاره الإصدار السادس للعملة السعودية التي تضمنت فئات معدنية جديدة ستطرح للتدول قبيل نهاية السنة الحالية وقد صمم الإصدار الجديد وفقا لأفضل المواصفات العالمية بما يساعد على إطالة عمرها الافتراضي يسعدني في هذه الليلة الإعلان بكل فخر واعتزاز عن تدشين الإصدار السادس للريال السعودي بفئاته المعدنية والورقية المتعددة التي صممت وفق أحدث التقنيات والمقاييس والمعايير العالمية مع انتقاء أفضل المواصفات الفنية والأمنية المتاحة التي تليق بمكانة عملة المملكة العربية السعودية والمركز الرائد لمؤسسة النقد العربي السعودي وبحسب مؤسسة النقد السعودي تتمثل العلامات الأمنية والفنية التي تم تضمينها بالعملات الجديدة في الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يستخدم في أهم العملات العالمية كالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني إضافة إلى تعزيز تلك العلامة بعلامتين أمنيتين هم الشريط الفضي وطبقة الحبر الخاصة وقد أضيف على أطراف الأوراق النقدية طباعة بارزة تساعد المكفوفين على التعرف على فئات العملة الإصدار السادس الحقيقة حمل العديد من المزايا سواء المزايا الأمنية أو أيضا فيما يتعلق بالألوان والتصميم وأيضا كذلك الحجم وإضافة إلى أيضا وجود العملة المعدنية بفئاتها المختلفة متزامنة مع هذا الإصدار السادس كذلك أيضا حملت اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعبد العزيز وهذا هو الإصدار الأول الذي يصدر في أهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الإصدار حمل فئات جديدة من العملة المعدنية وهي فئة الريالين لتكون أكبر الفئات المعدنية ووفقا لمؤسسة النقد السعودي فقد تقرر أن يحل الريال المعدني محل الريال الورقي تدريجيا بمعايير فنية وأمنية عالية تدشن الحكومة السعودية الإصدار السادس للعملة الورقية والمعدنية لتدخل في التداول في السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي في جميع مناطق المملكة عبداللانطير سكاي نيوز عربية الرياض